أطلق تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة التي واصلت محافظة سهاج تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية تأتي القوافل ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة ستر وعافيا حيث تضم القافلة طبية الموسعة التي تم إطلاقها في محافظة سهاج العديد من التقصصات الطبية النهاردة متواجدين ضمن المبادرات الاتلاف الوطني لجمهورية مصر العربية داخل محافظة سهاج في قرية أولاد عليه والتابعة لمركز الباليانة النهاردة نحن نشارك مؤسس الصناعة الخير بالقدم السكري وهي أحد المبادرات التي تكون بها مؤسس الصناعة الخير تحت مؤسس قدم صحيح سيتم توقيع الكشف الطبي على الحالات الغير القادرين والمترددين على عيادة القدم السكري النهاردة من عقصائي واستشاري أو عيادة موية طبعا هتقدم كمان الأدوية مجانا للحالات الغير قادرة وهيتم إجراء الغيارات الجراحية للمرضى داخل برضو غرفة القدم السكري وهيتم بحث الحالات الغير مستحقين وتقديم الخدمة لهم مجانا على مدار العام حتى يتم شفاه الحدث العظيم ده معمول تبع الاتحاد والاعتلاف الوطني للتنموي علشان طبعا دي قفلة طبية شاملة عيون صحة إنجابية تنظيم أسرة جلدية عدد كبير منها عدد كبير من المؤسسات زي مؤسسة صناع الحياة ومؤسسة تقبل عيون مؤسسات كتيرة ده الحدث بيدل أن القيادة السياسية عاملة إنجاز نحن زي ما شفت حضرتك نزليل لأصعب القرى لتوعية شاملة نقدم خدمات للمرضى عمليات مجانية نظارات مجانية برضو وكشفات ومتوفر معنا علاج بالمجان وإن شاء الله معنا تخصصات تانية كتير يعني وكلها خدمات للبلد إن شاء الله جايبين مبادرة قدم صحيح لأهالينا في أولاد علوة والقرى المجاورة فكريتنا في قدم صحيح إن إحنا نساعد أهالينا في القرى من مرضى السكر غير القادرين اللي عندهم مشاكل في القدم إن إحنا نحميهم من البتر الخدمات اللي بنقدمها النهاردة ثلاث مستويات من الخدمات المستوى الأول توقيع الكشف المستوى الثاني تقديم رسائل التوعية المستوى الثالث البداية الاستمرارية في تلقي علاج شهري لمن يثبت احتياجه للعلاج الشهري من مرضى القدم السكري اللي عندهم جروح بهدف حمايتهم من البتر إحنا حاليا بنحاول نستهدف نحن نقدم استفادة طبية لعدد ما يقلش من 2500 ل3000 فرد والحمد لله بإذن الله العدد وعدد الحضور كويس جدا والناس متقبلة جدا وناس مبسوطة جدا بالتواجد النهاردة إحنا جديد السواجة عشان نوازل عشونة مدرسية على المدارس بالإضافة إن إحنا هنعمل حملات توعيد الأطفال عن المعاملات الإسلامية وعن كافية الوضوء وأحكام تلوة القرآن فشفت بالمجاني وعطلونا على جزين ودوة وتمام والحمد لله